في بلد يعوم على بحر من الثروات الطبيعية ويصدر نحو أربعة ملايين برميل نفط يوميا ما زالت أسعار الوقود فيه ترتفع يوما بعد آخر وترتفع معها أصوات الاستياء والغضب في مواجهة سياسات وقرارات اقتصادية فاشلة قرار جديد أعلنت عنه حكومة السودان يتمثل برفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت الثلاثين بالمئة وسط موجة من الغلاء والانخفاض المستمر في قيمة الدينار العراقي وتعاظم التحديات التي تعصف بالبلاد تساؤلات واسعة أثارها هذا القرار وتأثيرته المحتملة على الحياة اليومية للعراقيين فانعكاسه المباشر لا يقتصر على أسعار النقل فقط بل يتجلى في رفع أسعار السلع الغذائية وتكاليف المعيشة والقطاعات الخدمية فيما يتحمل كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة العبء الأعظم لهذا القرار وإلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى أكثر من ثلاثين بالمئة وتجاهل السلطات لتعديل سلم الرواتب يتزامن هذا القرار مع ارتفاع مستوى التضخم السنوي بنسبة أربع فاصل خمس بالمئة بحسب وزارة التخطيط أما عن دلالات توقيته فيؤكد خبراء اقتصاديون أن الأزمة المالية التي تحاصر حكومة السوداني دفعتها إلى ذلك لسيما بعد تجاوز العجز الإجمالي في موازنة العام الحالي حاجزت ثمانين تريليون دينار ومع تراكم الأزمات الاقتصادية كرست حكومة السوداني بحسب الخبراء مظاهر الفشل والفساد في ظل غياب الإصلاحات الفاعلة فبدلا من تعزيز الإنتاج المحلي واستثمار ثروات البلاد تجاهل السلطات عمليات تهريب النفط لتعاود استيراد مشتقاته مرة أخرى إلى جانب توقعها عقود استيراد الغاز لخمس سنوات قادمة من إيران رغم تعهدات الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في خضم هذه الفوضى يتساءل الكثيرون عن مصير مستقبل اقتصاد العراق وإلى مدى ستستمر السلطات في إغراق البلد في بحر الفقر واليأس والسرقة